بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الإخد والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية والثلاثين من برنامجكم صفحات من التاريخ الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية قضية الانتشار الآفات والفواحش والمبقات في مصر جراء نزول الاحتلال عليها وإفساده فيها وفي أرضها وشعبها وذكرت آفتين وهي الربا والخمور في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر آفة خطيرة وخطيرة جدا وهي آفة المخدرات والمخدرات كما هو معلوم هي أشد فتكا وأعظم تأثيرا من الخمور والمخدرات خطيرة تؤدي بالإنسان إلى الموت السريع وتنشر في المجتمع بلايا كثيرة وكثيرة جدا معها هذه المخدرات للأسف الشديد كان القائم عليها في مصر آنذاك هم التجار الأجانب الذين لم تكن للحكومة المصرية يد عليهم فما تستطيع أن تلاحقهم إلا بإذن خاص من قنصلياتهم انظروا الامتيازات الأجنبية كيف توقع الحكومات في الذل والهوان لذلك الامتيازات الأجنبية موجودة لليوم لها صور أخرى غير كلمة امتيازات أجنبية ماذا تعني؟ تعني تسهيلات تعني أن تفتح البلاد أمام الأجانب تعني أن تخضع مقدرات البلاد كليا أو جزئيا بحسب السيطرة الأجنبية على البلد أمام الأجانب موجودة تسهيلات الأجنبية اليوم ممثلة في المدارس الأجنبية ممثلة في البضائع ممثلة في الضغط على الدول التي تقبل بعض التشريعات المسيئة لدينها وعقيدتها كل هذا موجود بالتفصيل يعني ما أصلي أن أخوض فيه الآن لكن الامتيازات تورث الدولة الذل والهوان ولا تستطيع السيطرة يعني مثال المكان مثلا هذا المكان يبيع مخدرات معروف عند الحكومة المصرية أن هذا المكان يبيع مخدرات من يملكه؟ يملكه إيطالي إذن لا يستطيع مداهمة المكان إلا بتنسيق مع القنصلية الإيطالية يقولون لها أن هناك محلا في الشارع الفلاني يبيع المخدرات وسندهم هذا المكان بالشرطة المصرية نريد مندوبا من القنصلية أو سفارة يعني كانت سمى قنصلية إيطالية لكي يذهب معنا إلى ذلك المكان فالمندوب يتلكأ يتأخر ما يأتي في الوقت المحدد مما يسمح للمجرم يعني شرطة مصرية طوقت المكان جاءت حسب الموعد ما جاء المندوب فيسمح هذا عندما يرى ذلك التاجر الشرطة طوق المكان يسارع بالهرب يسارع بالهرب ولا تملك الشرطة المصرية أن تقبض عليه لا تقبض عليه ولا تداهم محله إلا بوجود المندوب من القنصلية طيب فإذا كان المكان مملوكا لتجار أوروبيين مختلفي الجنسيات فلكم أن تعلموا إذن المحنة التي تعانيها الشرطة أنذاك فيكون مثلا المحل مملوكا من إيطاليين ويونانيين ومثلا إنجليز فلابد من وجود مثل من دعونا نقول فرنسيين مثل من القنصلية الفرنسية ومثل من القنصلية اليونانية ومثل من القنصلية الإيطالية حتى اجتمع الثلاث هؤلاء ليتمكن البوليس أو الشرطة من دهم المكان فأحدهم يتأخر يتلكأ يخبر صاحب المكان مبكرا بما سيجري فيهرب وتفوت الفرصة على البوليس بهذه الطريقة هذه يعني مساوئ أو بعض مساوئ الامتيازات الأجنبية وهي التقليل من السيطرة سيطرة الجيش أو الحكومة على مقايد الأمور في البلاد بسبب هذه الفوضى التي تجري على هذا الوجه وما كان الشعب المصري في بداياته يعني عنده غير الحشيش والأفيون ما يعرف غير هذا فلما دخل الاحتلال الإنجليزي وجدت أنواع من المخدرات ما كانت معروفة في مصر وأخطر وأصعب مثل الكوكاين والهيروين وهذه تحت سيطرة أو متابعة وتجارة أجنبية محضة تحميها الامتيازات الأجنبية كما قلت لكم وبينت لكم بالمثال كيف يحمي هؤلاء التجار أنفسهم فإذا حصل وقبض على هذا التاجر يعني التاجر المخدرات دهمت الشرطة المصرية المكان ومعها مندوب من القنصلية وفعلا السلطة يقبض على الرجل ماذا يحدث؟ لا يمكن محاكمته من محاكم المصرية هذه قضية أخرى صعبة على النفس وفيها ذل وهوان والسبب أن النظام الخديوي السابق الذي كان إسماعيل ثم توفيق سمحا بما يعرف بالمحاكم المختلطة وأنا ذكرت هذا بتفصيل ما أعود إلى ذكره بتفصيل لكن أوجز إيجازا من فتته الحلقات الماضية أو نسيها المحاكم المختلطة جاء الأوروبيون للخديوي وقال له لا نستطيع أن نتحاكم أمام المصريين وهؤلاء لهم دينهم وشريعتهم وطريقتهم ونضمن العدل فماذا تريدون نريد محاكم خاصة بنا نتحاكم فيها فكان المصري إذا اختلف هو والأوروبي يتحاكمان في المحكمة المختلطة فيضطر المصري والمسكين للذهاب إلى المحكمة التي فيها قضاة أوروبيون وكيف سينصف القضاة الأوروبيون هذا المصري فكان لدرجة القتل بعض الأحيان يتهونون في أرواح الناس لعلمهم أن المحكمة محكمتهم ستخلصهم أو ستفرض عليهم عقوبات تافهة أو ضعيفة كذلك الأمر في هذه المخدرات ما يتحاكم التاجر المخدرات الإيطالي أو اليوناني أو الفرنسي أو الإسباني أو النمساوي أو التركي ما يتحاكمون أمام المحاكم المصرية إنما يتحاكمون أمام محاكمهم فيأتي القاضي يفرض علي غرامة مثلا عشرة قروش وكان العشرة قروش كان لها قيمة لكنها قيمة نسبيا لا تكاد تذكر أمام الربح الذي يأتي من تجاه المخدرات أو يحبسه أسبوعا مثلا فما يهتم طبعا التاجر بهذا ولا يكترث له ولا يتفت له لأن إيش عشرة قروش ولو فرض عليه حتى ألف جنيه ما هو عشرة قروش عنده الأرباح فاحشة وفاحشة جدا فيدفعه ومسرور ويستطيع أن يسجن أسبوعا فكان ماذا ثم يخرج من السجن وزاول تجارته وبعضهم يخرج من البلد طبعا يحكم عليه بالنفي إذا كانت أكثر من مرة وتجارة واسعة فيرجع بجواز جديد فلا تملك الحكومة المصرية معه شيئا لأن كل الأمور هذه تحاكم فيها التاجر أمام دولته ومحكمته الخاصة يعني هذا الغبن والهوان الذي يشعر به الناس مع وجود الاحتلال والاحتلال البريطاني والاحتلال البريطاني يرعى ذلك كله ويوافق عليه ويشجعه طبعا لأن له غرضا في إفساد الشعب المصري بالمخدرات والخمور وإلى آخره له غرض كبير في هذا فيشجع ويحمي فمهما احتج المحتجون فلا ينفع الاحتجاج لأنهم يقولون البريطانيون يقولون محتجين متذرعين إن هذه الامتيازات الأجنبية ولا نملك لا شيء أن الامتيازات الأجنبية أقرت مع الدولة العثمانية قبل أن نأتي نحن انظروا إلى هذا التلبيس فإذا أراد المصريون أن يلغوا هذه الامتيازات الأجنبية منعهم الإنجليز وقالوا هذه الامتيازات دولية ولا بد من اجتماع الأمم واتفاقها فساد ليس بعدها فساد فلما وجد التاجر المصري هذا تاجر المخدرات المصري وجد أنه لماذا يتعب نفسه هو يتفق مع الأوروبي لكي يرعى الأوروبي تجارته فإذا جاءت الشرطة تأخذ هذا التاجر الأوروبي ولماذا التاجر المصري يتعب ويعرض نفسه المخاطر والسجن الطويل والغرامات الباهظة يجعل الأوروبي هو الذي في الواجهة والتاجر المصري من الخلف فيتاجر بالمخدرات باسم هذا الأوروبي إذن إلى هذا الحد شاع الفساد في قضايا المخدرات وفيها وفيها في الحقيقة يعني فيها جداول وفيها تفصيلات وأعداد أنا ما أريد أن أخوط فيها الآن يعني أنا فقط في هذه الحلقات أوجز إيجازاً للإخوة والأخوات لأن القضية أوسع وأكبر من التفصيل ما هي سعوها الحلقات نحن الآن في الحلقة الثانية والثلاثين ولم تغطى بعد أشياء كثيرة في قضية الاحتلال البريطاني لمصر فإذا كان لزاماً أن أتي فقط على رؤوس الأقلام سريعاً سريعاً كما تسمى ويعني ما أستطيع أن أتي بكل التفصيلات وله هناك جداول لطيفة وأعداد فيها مفصلة وكذا لكن ما يمكن ما يمكن أن نأتي بأكثر من هذا التفصيل لكن بعض القضايا لا بد من تعليج عليها وذكرها ولو أخذ ذلك بعض الوقت طيب طبعاً هذا يؤدي إلى تجارة كبيرة وأرباح فاحشة وتغري مزيداً من الأوروبيين القدوم إلى مصر ومزيد من التدهور في حال المصريين الذين يعانون من هذه التجارة المحرمة يقول ريس الباشا ريس الباشا هو حكم دار بوليس القاهرة حكم دار يعني رئيس هذه كلمة تركية رئيس البوليس القاهرة لأنه من مساول احتلال الأجنبي أن وضع بريطانياً وضع انجليزياً حاكماً على بوليس في القاهرة وهذه مأساة يقول إن العدو الأكبر هو تاجر مخدرات الأجنبي المقيم في مصر فيفضل الامتيازات الأجنبية كان يتعرض للعقوبات التافهة التي كانت تفرضها عليه المحاكم المختلطة المختلطة ريس الباشا هذا بفضل الله تعالى من توفيقه أبدو للمصريين أنه كان مخلصاً في إدارته للبوليس فما كان فقط يتتبع وهذا إنصاف نقوله يعني نذكر القوم نذكر مساوئه وإذا كان هناك بعض المزائل لهم نذكرها بلا حرج كان يتتبع المخدرات حتى خارج مصر ويذهب إلى الدول التي تصدر مخدرات إلى مصر ويتفاهم مع الشرطة فيها إلى هذا الحد بلغت جهود هذا الرجل وأيضاً كان في كل مكان فيه اجتماعات دولية عن قضية مخدرات يذهب ليمثل مصر في تلك الأمكنة في عصبة الأمم في مؤتمرها في جنيف في 1932 عقدت لجنة المخدرات الدولية الملحقة بعصبة الأمم مؤتمرها ورسل باشا كان فيها ممثلاً لمصر وشهر طويلاً وبقوة بالمهربين والمتجرين بالمخدرات وشرح ما تعانيه مصر والسلطات المصرية في سبيل تأدية مهمتها شرح ما تعانيه من مصاعب إزاء هذه التجارة الخطيرة لكن في النهاية هذه الامتيازات الأجنبية وهذا والاحتلال الأجنبي الذي يفتح باب واسعاً مثل هذه التجارات ليضر بالشعب وليحقق بعض المصالح التي يحتاجها ويحتاج إليها وإذا وجد مثل رسل باشا فهو للدعاية والإعلان ولإظهار أن بريطانيا حريصة على المجتمع المصري وهي ليست كذلك وهذا جزء من الدعاية العامة لها ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى يتحدث عن آفة أخرى فيكفي الحديث عن آفة المخدرات في النصف الأول وابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل لإخوة الأخوات آفة أخرى تحدث عنها تحدث إلى الآن عن آفة الربا والخمور والمخدرات وهي كلها من المبيقات في شرعنا المطهر أتحدث أيضا عن آفة القمار القمار محرم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون هذا خطاب إلهي فالميسر هو نوع من أنواع القمار القمار إذن محرم وهو كبير من الكبائر في شرعنا المطهر والله سبحانه وتعالى شدد النكير على المقامرين في كتابه الكريم القمار للأسف الشديد أيضا كان الاحتلال الإنجليزي كان له أثر كبير في نشر نواد القمار ومحلات القمار في مصر حتى بلغت في القاهرة وحدها لنوع معين الألعاب ويسمى الألعاب الأمريكية في القمار صندوق وفيه حيال وكذا لأخذ الأموال خمسة وعشرين محلا فقط في القاهرة في لعبة واحدة من لعب القمار وتورط كبار القوم وصغارهم في القمار تورطا عجيبا كما هو معلوم من المذكرات التي نزلت لبعض الكبراء وأنا ما أحب أذكر أسماءهم هنا لأنه ليس مغرض التشهير بأحد إنما أذكر عمله في مصلحة مصر أو ضد مصلحة مصر أما حياته الشخصية ما أذكر منها إلا ما يتعلق بهذا العمل وبعض الساس الكبار في مصر تورط في القمار وهذا كانت جماهيرة تعجب به وتحبه وتتبعه إلى آخره غفر الله لنا وله لكنه كان يذكر في مذكراته بأشد المرارة والأسى أنه متورط في القمار تورطا كبيرا جدا ولا يستطيع أن يغادر هذه العادة ويقول أن لا أعد أحترم نفسي وكيف أنزل الناس أكلم الناس وأنه متورط بالقمار إلى هذه الدرجة وكان زوجته تنهاها ولكن لا فائدة إلى أواخر حياته كان متورطا في القمار هذا مثل على أحد كبار الساسة في مصر ممن تورط في القمار وهذا القمار أيضا قضية نفسه التي ذكرت لكم قبل الفاصل في المخدرات ما تستطيع الحكومة أن تغلق محل القمار أو أن تكبس كما يقولون محل القمار أو أن تدهم محل القمار إلا أن يكون هناك مندوب القنصلية التي يتبعها صاحب المحل في جنسيته فلكم التخيل المصاعب كما وصفت في النصف الأول من الحلقة مصاعب كبيرة وكبيرة جدا وتورط الناس في القمار ورغب فيه جمهور المصريين بألعاب مختلفة وأشكال مختلفة وأنواع مختلفة وانتشر للأسف الشديد انتشارا كبيرا وكانوا يعلنون هذا يعني الأوروبيون يعلنون عن محلات القمار والحكومة المصرية بسبب هذه الانتيازات كما قلت لكم يصب عليها إغلاق المكان الآفة الخامسة التي يؤدي ذكرها في الحقيقة وهي آفة صعبة جدا عن النفوس آفة الدعارة وانتشار الزنا في المجتمع للأسف الشديد كانت محلات الدعارة والبغاية مرخصا لها رسميا من الحكومة المصرية عندما أقول حكومة المصرية يعني الحقيقة نقول حكومة الإنجليزية الحكومة الإنجليزية أو الاحتلال الإنجليزي لمصر والمعتمد البريطاني في مصر الذي يسمي فيما بعد بالمندوب السامي هم الذين كانوا يسيرون الحكومة هذه وكانوا يصدرون نصائح لها هذه النصائح تأخذ شكل الإلزام في التطبيق فما كانت الحكومة السن تصنع شيئا بالحقيقة ومن يعارض يعزل ويطابي غيره ممن يسمح وسيأتي أمثلة كثيرة وأتت أمثلة كثيرة قبل ذلك فرخصت هذه الدور وعطيت للمرأة شهادة تثبت أنها صالحة صحية للزنة نسأل الله العافية والسلام إلى هذا الحد وصلنا تحت مظلة الاحتلال البريطاني لمصر وهذه مأساة وأي مأساة تكررت أنها ليست مصر كما قلتنا ليست مصر فقط يعني فيها هذه البلية بل كانت في الجزائر وكانت في أماكن أخرى في العالم العربي والإسلامي موجودة فإن الله وإن إليه راجعون الله صحوه وتعالى يقول عن الزنة أنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والله صحوه وتعالى قال وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثْهَامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة نسأل الله سلامة والعافية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صعد به إلى السماوات العلى ورأى الزناء وهم يعذبون رأى رجال النساء عراء في مثل التنور نسأل الله العافية وهم يعذبون لزناهم فالزنا آفة خطيرة وهي موبقة من موبقات وهي كبيرة من كبائر في شرعنا لكن الاحتلال دائما يسهل الاحتلال دائما يسهل على الناس الكبائر ويسهل عليهم إتيان الفواحش نسأل الله سلامة والعافية وجاء إلى مصر آلاف من تجار الدعارة من أوروبا من اليونان وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا آلاف وعشرات الآلاف من البغاية انتشرنا في المجتمع وإنا الله وإنا إليه راجعون وأدى هذا إلى فواحش كثيرة وكثيرة جدا وانتشرت هذه البيوت السرية كما كانت تسمى في القاهرة والإسكندرية وعاصم المديريات وكثرت بها البغاية من أجنبيات ومارس الأجانب هذه التجارة البغيضة في كل مكان كانوا فيه في مصر وموقف الحكومة المصرية كان ضعيفا وضعيفا جدا ومتخاذلا ومتهاونا بسبب السيطرة الأجنبية على أركان الحكومة أيضا حكومة ما تستطيع أن تتخذ إجراءات لو أرادت في الحد من هذه الظاهرة يعني مثلا كانت الحكومة تجنح في بعض الأحيان بحسب رئيس الحكومة برئيس الوزراء من هو والوزير المسؤول عن الوزارة الداخلية من هو يعني بعض الأحيان يستيقظون ويريدون أن يحدوا من هذه التجارة هناك يعني حادثة نكتة في الحقيقة لكنها حادثة حقيقية يعني حادثة حقيقية صارت مثل نكتة فالبوليس المصري دهم مكانا للدعارة فتدير المكان إيطالية فقالت لهم أنا بعت ومعا كان البوليس المصري كان مع منذوب من قنصرية إيطالية قالت أنا بعت هذا المكان لفلانة الفرنسية فصار البوليس أسقط في هذه الميستة أن يدخل هذا المكان إلا بوجود المندوب الفرنسي فما استطاع أن يصنع شيئا فلما في الأسبوع بعد أسبوع دهم البوليس هذا المكان فقالت المرأة الفرنسية أنا بعت هذا المكان للمرأة يونانية رأيتم كيف هي نكتة لكن حقيقة واقع سطرت في كتب التاريخ أنا ما أتيت بها من عندي سطرت بها في كتب التاريخ التي عنيت بذكر التاريخ المصري في تلك المرحلة على يد مؤرخين مصريين ثقات فهي نكتة يعني عجيبة ومؤثرة لكن حقيقة واقعة فتقول أنا بعت هذا المكان وبعت هذا المكان وبعت هذا المكان ولفلانا وما يستطيع البوليس أن يداهم المكان لأنه لابد من وجود القنصل البريطاني إذا كان مكان بريطانيا أو قنصل فرنسي إذا كان مكان فرنسيا أو قنصل يوناني إذا كان مكان يونانيا وهلما جرى وانتشرت الفواحش على هذه الطريقة فماذا صنع أرباب التجارة هذه المحرمة من المصريين اتجهوا أيضا كالعادة كما حصل في الخمور والمخدرات اتجهوا إلى الأجانب وفتحوا محلات باسم الأجانب وتسترهم من وراء الأجانب واشتغلوا بهذه التجارة المربحة لكنها الخاسرة في الآخرة والعياذ بالله اشتغلوا فيها اشتغالا عجيبا ويتحايل الأجانب على قانون بهذه الطريقة وكانت مصر تتعرض لكل عام لسيل من هؤلاء البغاية يأتون من أوروبا على وجه الخصوص من إنجلترا إيطاليا رومانيا فرنسا مصدر خصب جدا وجوازات مزورة تخرج البغي تطرد من مصر تعود بجواز آخر مزور وايضا ما كان هناك قانون يحدد كيفية الهجرة والإقامة لأنه هجرة الأوروبي إلى مصر ومدة إقامته في مصر يحكمها الامتيازات الأجنبي فما كان هناك قانون مصري يستطيع أن يحدد من هجرة هؤلاء أو من مدة إقامتهن في مصر وهذه أيضا من المساوئ الخطيرة أيضا انتشرت انتشرت كما قلت لكم التجارة في المجتمع المصري على يد مصريين متسترين بأوروبيين إلى أن أذن الله تبارك وتعالى بالإلغاء هذه البيوت المرخصة للبغاية وإخراجهن بعد الثورة في مصر كما هو معلوم بعد ذلك الأجانب هناك قانون نزف الحقيقة في سنة أبس عم 49 هذا القانون يقول تغلق بيوت العاهرات في جميع أنحاء المملكة المصرية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الأمر ولا يجوز من هذا التاريخ فتح بيوت جديد العاهرات المادة الثانية كل من فتح أو أدار بيتا العاهرات أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب الحبس مع الشغل لكن هذا القانون بسبب وجود الاحتلال الإنجليزي ما كان مفعلا ذلك التفعيل القوي وطهرت البلاد بعد الثورة بفضل الله تعالى من هذا الوباء الخطير والخطير جدا بفضل الله أيضا من الآفات الكبيرة انتشار السرقة في المجتمع المصري بسبب وجود هؤلاء المجرمين الأوروبيين وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وحماية القنصليات لهم وحماية المحاكم المختلطة فكانت وجود سرقات أيضا السرقات لا يستطيع الشرطة المصرية أن تحقق معهم إنما يحقق معهم محققوهم في القنصليات ويحاكمهم في المحاكم المختلطة قضاة بلادهم فما يستطيعون وحتى لو والعجيب أن يعني لما يأتي وهذه أيضا نكتة لكنها حقيقة إنه لا نله يراجعون لما تريد مصر أن تطرد مجرم المجرمين إيطالي روماني يوناني إلى آخر لابد أن تؤشر قنصليته على هذا الطرد وقنصليه ما تؤشر لأن من ذا الذي يريد أن يعيد المجرم إلى بلاده ما أحد يريد فيبقى هؤلاء المجرمون في مصر مفتقرين لهذا الختم من القنصليه فيبقوا في مصر ويعيثون فيها فساد ونصد شرطة أن تعمل معهم شيئا رأيتم إلى الفساد تحت الاحتلال كيف يكون وأيضا كانت بريطانيا تتدخل بعض الأحيان لتفك بعض الأشقياء من السجون كما حصل أن كليفورد لويد هذا ناظر في وزارة الداخلية في مصر شهر مارس سنة 1884 بعد الاحتلال بسنة ونيف أصدر أمره اسمعوا بالإفراج عن 400 سجين في السجون المختلفة بالمديريات كانوا تحت المحاكمة وكثير منهم من كبار الأشقياء فأحدث هذا الإفراج ضجة واستياءا كبيرا وسر النبأ في مختلف أنحاء البلاد واختل الأمن وعمت الفوضى وزادت سطوة اللصوص والأشقياء رأيتم رجل يأتي ليس وزيرا الداخلية طبعا ناظر في وزاة الداخلية ليفعل هذا وازدادت الجرائم في مصر زيادة كبيرة جدا في الثلاثين سنة الأولى تحكم فيها البريطانيون ووقعت جرائم وسجلت في أعداد كبيرة أيضا ما عندي وقت نذكرها جميعها إنما يكفي هذا وسأتي في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى على بعض الآفات الأخرى للاحتلال الأجنبي في مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته